في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط من الولايات المتحدة حيث محاصيل الذرة والصوية على امتداد النظر يمضي المرشحون إلى الانتخابات التمهدية لدى الديمقراطيين والجمهوريين القسم الأكبر من أوقاتهم بإلقاء الخطب وتذكير الناخبين بتاريخ الحزب ورموزه إضافة إلى برامجهم الانتخابية هذه البداية بداية الحسم هذا ما سنتحدث عنها علينا التواصل مع المناصرين والعمل معا وغير ذلك سيكون هدرا للوقت فبعد أشهر من الحملات الانتخابية وعشرات الاستطلاعات وإنفاق مئات الملايين من الدولارات يواجه المرشحون للبيت الأبيض أول حكم للناخبين في انتخابات تمهدية تبدأ في ولاية أيها أنتم مطلعون على ما يقوله مرشحو الحزب أثناء تنقلهم من مكان إلى آخر يريدون عودة عقارب الساعة إلى الخلف وتغيير كل شيء اقتراحاتهم ستلحق بين الضرر الكبير ستدمر كل شيء الاقتصاد والمجتمع ويترقب الجميع يوم الأول من فبراير المقبل فملامح المرشحين للرئاسة الأمريكية ستتضح بشكل أكبر من خلال تصويت ولاية أيوا الصغيرة وعدد سكانها القليل لكن لكلمتها دور وتأثير في تحديد مصير المرشحين للوصول إلى البيت الأبيض أعتقد أن سكان أيوا أتكياء وسيخرجون لمناصرة مرشحيهم سنرى ماذا سيحدث إنها الخطوة الأولى أنا أخشى بوش وكلينتون وترامب أنا أفضل أي شخص آخر عليهم أعتقد أن الكثير من سكان أيوا أصبحوا منخريطين في العملية الانتخابية أكثر من أي وقت مضى أنا لم أشارك من قبل تغير الوضع الآن أعتقد أنني بحاجة للإستماع للمرشحين وما يقدمونه أيوا ستكون إذن صافرة البداية في مسيرة ستمتد حتى الرابع من نوفمبر المقبل باختيار رئيس الولايات المتحدة الخامس والأربعين هكذا تبدو الصورة هنا جولات ماراثونية للمرشحين يصعب التنبؤ بنتائجها فيما تتجه الأنظار إلى ولاية آيوا صاحبة أول خطوة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية صوب البيت الأبيض جعفر زعب سكاينيوز عربية ولاية آيوا ترجمة نانسي قنقر